أنا فقط أريد أن أوجه رسالة إلى الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي نريد أن نفهم هل الولايات المتحدة الأمريكية أو سفاراتها أرسل التعميم للجميع أنه اللي يأتي على مجازر الطبقة والرقة ودير الزور والموصل وقتل التحالف للمدنيين منحطوا عقامة الإرهاب نريد أن نفهم 500 شهيد مدني خلال 48 ساعة 300 في الرقة والطبقة وريف دير الزور منهم 190 بس بمدرسة المنصورة ومنهم 80 واحد في مدينة الطبقة قبل شوي ضربوا محل قتلوا 3 نساء يعني هدولة وبالموصل اليوم 200 شهيد في قصف جوي للتحالف لقوات العراقية لشياطين الزرق أنا مش فاهم يا أخي هؤلاء هل هم بشر ولا إيش هل هم كلاب هل هم خوارج شو ذنبهم ذنبهم أنه عايشين تحت سلطة داعش لك يا أخي إذا هذا اسمه محاربة الإرهاب شو هو الإرهاب معناته أنا أريد أن أفهم بس صرخة صحفي سوري شو إذا هذا اسمه مكافحة إرهاب ونشر الإسلام المعتدل شو هو الإرهاب شو خليته لداعش بس جاوبوني أطفال نساء لك ما عبي استرجح حدا يكتب عنهم وتنظيم الدولة المشكلة صادر كل شي كاميرات لا عنده لا صحفيين لا نشطاء لا غدا ما في مكانك توثق مش هي عبي بعتوا هل المواطنين بيرقود واحد يمكن عشرين كيلومتر للي لحق نت عند واحد فضائي بمكان مشان يبعت لك صور أو صورتين يا أخي حرام هذا الشي اللي عبي يصير وليش الإعلام العربي لا يصلت الضوء على المجازر هؤلاء مش بشر اللي في الرقة مش أهلنا اللي في دير الزور مش أهلنا اللي في الموصل مش أهلنا ولا إيش يعني أنا صار عندي يقين ربما أنه التحالف الأمريكي يستقصد قصفاء لا ليش؟ لأنه معروف أنه التحالف لا يضرب أي هدف إلا بناء على أحداثيات الأحداثيات بيعطوها عملاءه الانفصاليين أو الجواسيس الأرضيين بيقول له هون أضرب هون مقر لداعش هون كذا ويكون مقر لمدنيين في إحداثيات نعطت للتحالف يوم ما تم تهجير العرب من قبل الانفصاليين وتم تهجير أكتر من مليون عربي وقتل أكتر من 25 ألف عربي خلال عمدة سنتين أو ثلاثة عابي أحكي ذاك الآن ليش؟ وين هاي؟ بدي أعرف هاي الإنسانية والعدالة والحكي الفاضي هذا اللي بنسمعه وإيش هاد؟ عصر الجنون هاد؟ بدكم تقاتلوا ده إيش الفرق بدي أفهم إيش الفرق بينكم وبين بشر الأسف السياسة الأرض المحروقة بيروح بيدمروا حي كامل وبعدين بيقولوا للحجد الإرهابي أو الانفصاليين تعالوا يلا حررنا لكم بعروفين الحجد الإرهابي خرجوا قتال ولا الانفصاليين خرجوا قتال أنتوا بس عبت قاتلوا الدواعش من الجو تضربوا بالـ الـ F-16 بعدين تجي الأباتشي بتمشط وبعدين الحجد بيجي زي الضبع هذا كلام مش دفاعا عن داعش من شان ما أحد يقل لي الآن عبتدافع عن داعش هؤلاء أنا عبتدافع عن الإنسانية وحد يترجمها هاي للإنجليزية كده يحطها بل كي تصلهم حرام اللعب يصير هذا الأمر هذا التجاهل كأنه المجازر التي حدثت ما حدا يسترجع يحكي عنها يخافوا قال إعلام حر قال والله ما في إعلام حر ما بعتقد أنه في إعلام حر أنا خلص ما عد أثق أنه في إعلام حر ما في إعلام حر نحن للأسف أسرع